18 من كانون الثاني 2022 عقد اجتماع مجلس الوزراء في هذا اليوم وتصدر الكلام السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي متحدثاً أولاً عن زيارته إلى النجف تعلمون أن السيد رئيس مجلس الوزراء زار النجف مرتين خلال هذه المدة القصيرة مصطحباً معه بعض الوزراء خاصةً من الوزرات الخدمية وكانت هناك مناقشة لجملة الموضوعات التي طرحت في محافظة النجف وهو يتابع مع سادة الوزراء تنفيذها خاصةً فيما يتعلق باستحداث بلدية المدينة القديمة مدينة النجف القديمة وكذلك نقش محوران في هذا اليوم المحور الأول يتعلق بالمشاريع المتلكئة في المحافظة محافظة النجف وهناك عمل على إيجاد الحلول لها والمحور الثاني وهو يتعلق بالمشاريع الستراتيجية المطلوبة للمحافظة نحن دائماً نعنى كما هو دأب مجلس الوزراء سيد رئيس مجلس الوزراء في الاهتمام بالمحافظات واحدةً بعد الأخرى وفي السفر إليها وعقد جلسات مجلس الوزراء فيها والاستماع إلى المحافظين وإلى الناس للوقوف فعلياً على مشكلات هذه المحافظات ومحاولة إيجاد الحلول لها أيضاً كان هناك كلام عن الموقف الوبائي وقلنا في الأسبوع الماضي أن هناك تزايداً في الإصابات وأملنا أن يكون هناك التزام لدى المواطنين والمؤسسات في مسائل التباعد الاجتماعي وأيضاً في طرق الوقاية الأخرى المقرة في اللجنة العلياة للصحة والسلامة وكذلك للتوجيه والتشديد على أخذ اللقاحات بالنسبة خاصة في النسبة للوظفين في الوزارات وأيضاً لجملة المواطنين نحن نراقب الوباء ومعدلات انتشاره والتفشيه هذه الأيام في العالم أجمع ولذلك نأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه كذلك كانت هناك استضافة للسيد وكيل وزارة الكهرباء الأستاذ عاد الكريم الذي أوقف مجلس الوزراء فيها على الوضع الكهرباء ووضع الكهرباء هذه الأيام وكيفية الاستعداد للمرحلة المقبلة وكان هناك نقاش بين أستاذ الوزراء في هذه المسألة تحديداً وفي سبل دعم وزارة الكهرباء وهو دعم لازم في الحقيقة خاصة فيما يتعلق بالاستعداد لأزمة الصيف من الآن ومحاولة إيجاد حلول لكي لا نكرر المواقفة التي نتعرض لها كل عام أيضاً وزارة الثقافة طرحت قضية الالتزامات الالتزامات دولة العراق بإزاء المنظمات الدولية وإسهاماتنا فيها معاً مع وزارة التربية كان هناك حقيقة نقاش سابق في وزارة التربية في اجتماع عقدة بين وزارة الثقافة ووزارة التربية واليوم طرحنا هذه المشكلة على السادة الوزراء وأمام السيد رئيس مجلس الوزراء هي قضية المنظمات الدولية التي نحن إما فيها مؤسسون أو أعضاء وبالتالي هناك التزامات مادية مهمة بالنسبة لهذه المنظمات ونحن نحتاجها جميعاً الجلسة أفضت إلى الإقرار بضرورة أن يخصص العراق مبالغ مالية لهذه الالتزامات المادية لأن المنظمات الدولية عامل مهم في استقرار البلدان وأيضاً في تنفيذ سياساتها وأجندتها فيما تعلق بالقرارات كان هناك قرار يتعلق باستيراد المركبات الهجينة من تلك التي تعمل بالوقود وبالكهرباء وأعتقد هذا ينسجم مع ما يشيع هذه الأيام من مواجهة للتلوث الملوثات وأيضاً ما يتعلق بقضايا المناخ التي يوليها العالم أهمية قصوى والعراق ليس بدعاً بين هذه البلدان حينما يخصص نقاشاته عن هذا الموضوع والموضوع اليوم أفضى إلى قرار بتشجيع هذا الاستيراد للمركبات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والوقود معهم وبالتالي وافق مجلس الوزراء على هذا التشجيع من خلال إعفاء استيراد هذه المركبات من رسوم اللوحات المرورية 100% لكي نشجع الناس على استعمال مثل هذه السيارات هذه المركبات حفاظاً على البيئة وعلى الطاقة أيضاً فيما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة كان هناك نقاش طويل فيما يتعلق باستئناف العمل على ملعب ذيقار الأولمبي هذا الملعب فيه مشروع متلكة حقيقة لمدة طويلة واليوم وافق مجلس الوزراء بعد مناقشة مستفيضة على استئناف العمل على هذا الملعب الأولمبي في محافظة ذيقار ووافق المجلس على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التخطيط في إدراج مكون هذا الملعب واستئناف العمل فيه شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر